مشروع كان كذبان ثلاثة صلت وبعد كده انتهت المباراة ثلاثة ثلاثة وبالتالي الأجواء داخل كام منه سودوية للغاية المشكلة الرئيسية دلوقتي هي ان هل القايمة فيها حاجة يقدر مدرب يطلعها منها لو هو مدرب جامد ولا هي قايمة أرض محروقة أصلا وبالتالي لو جبت بيب جوردولة نفسه اللي ابتدى المشوار والرحلة مش هيطلع منها حاجة فهل أصلا المشكلة مشكلة مدرب ولا هي مشكلة لعيبة تعالوا نفكر مع بعض بصوت أعلى كمان في الموضوع ده وان نتبنى وجهتين النظر نتبنى وجهة نظر ان المشكلة في القايمة أصلا أولا شابي الاحتفاء والحفاوات الكبيرة بي جاية من انه كان أسطورة جرونالد كومان كان أسطورة شابي مدير فني انجازاته كانت خارج إطار القارة الأوروبية كان بيشتغل مع الساد رونالد كومان حتى كان عنده خبرات أعلى وبالتالي فكرة انك أسطورة مش هي اللي هتخليك تنجح يعني هي بالنسبالي هي مجرد حفاوة بلاعب سابق رائع تاريخي لم نرى مثله في الزمان لكن هي مش ضمانة أبدا للنجاح كمودر ولو بتتكلم كمان على نقطة انه هل شابي خبراته قليلة الناس اللي بتقول خبراته قليلة هي مرضو دا كل شيء لأن فيه تجارب كتير قوي شوفناها الناس تجاربها مكان او خبراتها كت قليلة ونجحت بامتياز لسه كنا بنتكلم على ريني بايلور زين الدين زيدان اللي كان بيعمل كمدرب لفريق بي وكان مساعد لكارلو أنشلوتي دي كان التجارب محدودة الرجل اللي انطلق منها لثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية وبالتالي هي مش الخبرة هي اللي مخوفاني من شابي ومش انه أسطورة ده اللي مطميني على شابي الحاجتين دول بالنسبة لك لشهادة السؤال الرئيسي هل شابي عنده رؤية مختلفة عن أي حد تاني فقدر يطلع من المجموعة دي شغل وهل المجموعة دي محتاجة مدرب جامد عشان تنجح ولا هي مجموعة منهارة يعني لو جبتلك 11 لعب ملعبوش كرة قبل كده ومسكت بيب جوارديولا الفرقة مش هيكسب الدوري برغم ان الرجل ده أستاذ في الفوس بالدوري لكن لو هم مش لعيبة تقدر تكسب الدوري مش هيعرف يكسب الدوري بدليل ان بيب جوارديولا شخصيا الموسم الأولاني ليه كان الأداء كارثي لحد ما ماشى بقى بكاريسانيا وجاي الكليشي والطقم اللي ما كانش بتاع بيب جوارديولا مظبوط فبالتالي السؤالين الرئيسيين لهم مرتبطين بالخبرة ولا هم مرتبطين بشهرة وشعبية شابي هم مرتبطين بهل القايمة دي قوية ولا لا وهل الرجل ده عنده أفكار مختلفة ولا لا لان ببساطة لو قلنا ان شابي هيجي يحط بقى مدرسة برشلونة لقيت حرقة قبل كده ما هو رونالد كومان ده مش من مدرسة ريال مدريد هو ما هو الروندو تدريبت الروندو والتدريبات بتاعة التيكي تاكا ما هو كلها رونالد كومان حفظها أكتر من شابي كمان يمكن فبالتالي هي الفكرة في الفيجن في الرؤية عندك رؤية للمشروع ده ولا لا عندك رؤية تنجح وقدرة على تنفيذ الرؤية تنجح ولو بسيت هتلاقي ان جاوي في وسط الملعب بدري عن صفاتي دي مجموعة يتبني عليها مستقبل طبعا مع فرينكي ديونج ومع من في الزباء يعني مع المجموعة العادية اللي مش بطلة خالص اللي في برشلونة دي يتبني عليها مستقبل ما يتبنيش عليها حاضر بس يتبني عليها مستقبل أنا كنت شايف ان تنهج مدرب آيكس هو الأنسب لان دي مجموعة شباب صغير سنهم صغير انت محتاج مدرب بيعرف يطلع من اللعيبة اللي سنها صغير أداء جيد الأداء الجيد هيجيب نتائج جيدة النتائج الجيدة قد لا تضمن لك الألقاب لكن على الأقل هترجعك على التراك وبعد تنهج روح هات اللي انت عايزه لكن هم اختاروا شابي فهل شابي هيرناندز عنده رؤية مختلفة ما نتمنى ذلك لان بالنسبة لان انا لا اتمنى انا بشجعري مدريد بس يعني جمهور برشلونة يتمنى ذلك ان الراجل يكون عنده رؤية مختلفة القايمة هي ليست قائمة تفوز الآن لكن بكل تأكيد هي قائمة تفوز بعد سنة بكل شيء وتاكل الأخضر واليابس مرة تانية لان برشلونة دايما عنده المنبع على فكرة ريال مردين ما عندهش المنبع ريال مردين عنده خزنة عنده محفظة بيصرف وبيعرف كل فترة في اللونتينو برازي يقوم داخل عليك بصفقات تقوم الفرقة تانية على رجلها لكن برشلونة عنده المنبع بتاع ماسيا بيطلع لنا كل فترة أسماء ممتازة نأمل ان شاب يكون عنده الحل وبمنتهى البساطة اللعيبة الناس اللي بتتفرج على لعيبة برشلونة في منتخب أسبانيا ما بتصدقش ان دي نفس اللعيبة اللي عندها في الفرقة وبالتالي آه المدرب يقدر يعمل حاجة من اللعيبة دي الإجابة على سؤال هل اللعيبة دي يطلع منها حاجة يطلع هل يطلع من اللعيبة دي انها تكسب ألقاب؟ أنا ما اعتقدش لكن تكسب ألقاب في المستقبل آه جدا معاك المهم ان شاب يكون عنده رؤية في المقابل وبكل تأكيد ما نقدرش نحكم على تجربته في السد ان هي تجربة نقدر نقرأ منها أفكاره ونقدر نفهم منها الرؤية لان في النهاية الرؤية بالكل تأكيد هتكون مختلفة وهو بيعمل في برشلونة بالحجم الكبير بتاع النادي ده فيما يخص الدول الأسباني لان اشتركوا في القناة